بسم الله الرحمن الرحيم علشان كده اسم الدرس أغاني الحيتان اتكلمنا في النشاط السابق إن الحيوانات لا تتكلم كالإنسان ولكن ربنا سبحانه وتعالى وهبها بمجموعة مختلفة من الحواس المختلفة زي البصر والسمع والشم واللي بتقدر من خلالهم في إرسال واستقبال المعلومات من البيئة المحيطة وتقدر إنها تتواصل فيما بينها ده بالنسبة للحيوانات بصفة عامة تعالى الوقت بقى نتكلم على مين على الحيتان تحديدا الحيتان قدرت إنها تستكشف الحواس وتستخدمها زي مين الحيتان الحدباء الحيتان الحدباء وليه سميت بالحدباء لإن جسمها ماله جسمها محدب كده فيه تقوص التقوص ده يعني إيه أحدب فعشان كده سميناه الحوت الأحدب وبصغة الجمع الحيتان الحدباء طب يا مستر لو اتكلمنا على الأغاني بتاعتهم إيه الأغاني اللي بتعملها وإزاي بتتم تحت المية تعالى نقرأ كده مع بعض ونعرف إن الحيتان الحدباء بتقدر إنها تغني تحت سطح المية طب لو جالك علل هي ليه بتغني تحت سطح المية سبحانك يا رب لإنها وسيلة من وسائل التواصل مع بعضها البعض طب بتقدر إنها تعمل إيه؟ بتقدر إنها تغني مجموعة كبيرة من النغمات وسلسلة من الأغاني كإنها عاملة شرائط كست طب ده تعبير تعبير آخر لا تصدر الحيتان الحدباء الأصوات فقط يعني مش مجرد إن صوت خارج من المية فقط لا ده بتقدر إنها تصنع مقطوعة موسيقية سبحانك يا رب يبقى الحيتان الحدباء اللي جسمها محدب بتقدر إنها تغني تحت سطح المية مش بس كده تغني وتعزف وكمان تعمل مين؟ مقطوعات موسيقية هذه العسف اللي بتعزفه طب وده ليه؟ كوسائل للتواصل تحت الماء تعال بقى بيقول لي هنا لماذا تغني الحدباء؟ وإيه الفصول اللي بتنشط فيها؟ تغني الحيتان الحدباء في فصل الشتاء طب فصل الشتاء ده مهم؟ قالك ده ده فصل التزاوج اللي بحصل فيه تزاوج يبقى فصل التزاوج هو فصل الشتاء طب في الصف ما بتغنيش؟ قالك لا اتطمن تغني أيضا في فصل الصيف والفصل الصيف ده يعتبر اسمه موسم التغذية يبقى لو قالك من هو موسم التزاوج؟ تقول له فصل الشتاء من هو موسم التغذية؟ تقول له فصل الصيف الغريب بقى إن بتختلف نوعية الأغاني حسب الموسم سبحان الله يعني لها مود كده زي الإنسان تعمل لنفسها جو أغاني الصيف غير أغاني الشتاء والله حاجة جديدة أول مرة نعرفها طب هل سمعت يوما مجموعة من الأشخاص يغنون معا؟ طبعا الفرق الموسيقية والأوركستر السيمفوني وطبعا القرال اللي بيبقى موجود في الفرق وبتقدر إن انت تتعرف من خلاله مين اللي صوته مرتفع ومين اللي صوته غليظ بقول لك تتميز بعض الأصوات بدرجة صوت مرتفعة المرتفع يقول عليه حاد يبقى الدرجة المرتفعة بتوازل حدة ولكن الأصوات الآخرين اللي بتبقى أقل نقول عليها درجة غليظة خلي بالك من المعنيين طب الأغاني ودرجة حرارة المية هي كمان الأغاني مرتبطة بالفصل ودرجة حرارة المية آه تعالوا نتعرف عليه بيقول لك تعلوا درجة الصوت ودرجة الأغنية بتاع الحتان الحدباء في الشتاء اللي احنا قلنا عليه فصل مين يا ولاد فصل التزاوج فصل إيه التزاوج يبقى درجة الصوت بتعلى في الشتاء مع التزاوج ومال درجة الصوت بتحصل إيه بيقول لك تنتقل الدرجات العالية تنتقل الأصوات ذات الدرجات العالية بصورة جيدة في المية البردة يبقى كل مكانة المية بردة والشمس أقل عليها الدرجة بتاعة الصوت تمشي بعلو وارتفاع لكن في فصل الصيف مع حرارة الشمس تكون درجة أصوات الأغاني منخفضة عندما يكون الماء دافئا وتعرف الحتان الحدباء أو تعرف متى تغير درجة صوتها كلمة تغيير درجة الصوت يعني كأنها بتقول تطمينهم أنا عارف الفصل اللي إحنا فيه لو في فصل الشتاء يبقى درجة الصوت عالية علشان المية بردة لو في فصل الصيف يبقى المية دافية ودرجة الصوت منخفضة شفتوا الزكاء ما شاء الله تعالى كده نتكلم على بعض المعلومات اللي بتيجى أكمل يحدث إيه نتيجة الاهتزاز يحدث الصوت يا أولاد نتيجة الاهتزاز إنت لو مسكت مصطرة وخبطا في الديسكة تسمع صوت طب الصوت إيجا منين؟ من الاهتزاز أو إنه يتحرك أمامك بالخلف أو إلى الأمام بسرعة يبقى شفت وحسيت ودرد الصوت طب ينتقل الصوت على شكل إيه؟ موجات ودينا تشبيه الانتقال الصوت بولد مسكتوبة رمعه في مية فعملت موجات متتالية هذه الموجات دي تشبه الموجات الصوتية في انتقالها من الفم اللي خارج منه الصوت للأذن اللي رحلها الصوت راجع صدى الصوت عند من؟ عند الخفاش لما شرحناها بالتفصيل على هيئة موجات صوتية وسبحان الله كل موجة من موجات الصوت لها درجة معينة كل موجة من دول لها درجة وغلزة وحدة وارتفاع معين الأصوات العالية بتاعت درجتها عالية الحدة الرفيعة والأصوات المنخفضة منخفضة الدرجة بتكون غليزة وخشنة ولا تاني الأصوات العالية بتبقى حدة ورفيعة والأصوات المنخفضة بتبقى غليظة وخشنة ودخينة طب الحيتان الحدباء بتعرف إمتى تغير درجة الصوت وإن الحتة دي بس دا ملخص بيبقى في فصل الشتاء المية بردة بتبقى الأصوات عالية وحدة وإيه ومرتفعة تمام؟ ماشي وبتنخفض درجة الصوت في الماء الدافئ في فصل الصيف وتكون الأصوات غليظة وخشنة آدي الفرق بين الاثنين آدي زكاء الحيتان الحدباء وتعرفها على درجة مستوى الصوت وإزاي أنها بتعزف مقطعات نوسيقية جوة المية كوسيلة للتفاهم والتواصل فيما بينها تحت الماء وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي ترجمة نانسي قنقر